في أسوان انطلقت فعاليات الدورة التمنى للمهرجان الدولي لأفلام المرأة واللي بيشارك فيه 76 فيلم من مختلف دول العالم من المقرر أن يستمر المهرجان لغاية يوم 25 إبريل الجاري بمشاركة عدد كبير من صناع السينما في مصر والعالم وتونس هي دولة الضيف شرف الدورة التمنى للمهرجان خلالنا نتعرف على تفاصيل الدورة دي معانا على الهاتف الأستاذة صفاء مراد المدير الفني لمهرجان أسوان الدولي أستاذ صفاء بعد التحية مهرجان أسوان يعني يختلف أو يتميز عن باقي مهرجانات السينما بأنه مخصص لسينما المرأة لمهرجانات المرأة إزاي ده حيبان من الفعاليات من خلال الأفلام المعروضة أو المشاركة في هذه الدورة صباح الخير وأهلا بيكم مرشي لكم على تمامكم أهلا بيك المهرجان هو كل السيمة بتاعته أساسها المرأة كل أساس فعلياته قضية المرأة بنقش كلها قضية المرأة أو بتكون الأسلام لمخرجة مرأة هي ده السيمة الأصلية وإحنا معانا مجموعة من الأفلام يعني معانا يمثل مصر في المسابقة الرسمية فيلم المخرجة ماجي مرجان رسائل الشيخ دراس ومعانا مجموعة تانية من الأفلام من خمسة ثلاثين دولة يعني الستة سبعين سلم من خمسة ثلاثين دولة كلهم ما بين مخرجات سيدات وما بين أضايا السيدات طيب إحنا عارفين أن تونس هي ضيف الشرف قولنا بقى أبرز المشاركات من الدول الأخرى تونس هي ضيف الشرف تقولي إحنا عندنا من عندنا من من السويد ومن كينيا ومن أزربيجان ومن كوزوفو ومن يابان يعني من قاطين جزء كبير من الدول من كذا من ثلاث قرات يعني حظيم طيب إحنا عارفين أن قضايا المرأة وملفاتها يعني مختلفة باختلاف كل دولة يعني كل دولة ليها مشاكل خاصة بالمرأة زي ظاهر ده من خلال الأفلام المعروضة عندكم يعني أكيد أفلام الشرق الأوسط غير الأفلام اللي خاصة بالمرأة في أوروبا غير الأفلام اللي خاصة بالمرأة في أسيا قولنا يعني أبرز الأضايا اللي بتناقشها الأفلام المعروضة. والله هو هو يبدو ذلك. بس الحقيقة انه في نقطة واحدة بتبقى القضايا يعني شبه بعض. اه بس احنا كمان احنا عندنا تركيز على على انتصار المرأة على على المجتمع. يعني او انتصار المرأة تحقيق شغفها تحقيق طموحها. مش بس قضية يعني بنبرس بس معانتها. كمان عندنا كزا سلم للمراهقات اللي بيحاولوا. في كزا قضية سندي فيها تركيز. بس ده يعني شكل العالم دلوقتي بيناقش كزا حاجة. الهوس بالشهرة. ازاي الناس بتقذي نفسها عشان الهوس بالشهرة. التيكتوكرز والبلوجرز والكلام. بالضبط. ازاي الناس بتقذي. وازاي فيه هوس للسيدات. ودي بقى قضية عامة. في اللي هو الشكل المناسب. الجسم المناسب والشكل المناسب اللي كل السيدات بتتمحلوا. او المجتمع بيحطها في القوالب دي. فبالتالي بتقذي نفسها. العديد من الفتاة دي يقذوا نفسهم بسبب ده. طيب. هل فيه شكل معين للقضايا المطروحة اللي حيتم اختيار المكرمين على أساسها؟ اختيار المكرمين تم ازاي؟ ومين أبرز المكرمين؟ أبرز المكرمين عندنا الفنانة غدا عيدل من مصر. المخرجة هالة خليل من مصر. المنتيرة الكبيرة كاهنة عاطية من تونس. الفنانة ألمة كويستي من فنلندا. كمان فنانة هند صبري من تونس. كرمناهم مجات. تونس مصر. طبعا كل ما يعني السيدات اللي احنا نكلم عنهم. هم ودكتور عمونة صبان كمان أستاذة أكاديمية كبيرة. طول الوقت مكرمات سيدات يعني حققنا نجاح يعني مميز وهم يعني. بالإضافة لده احنا عندنا برامج مخصوص لفلسطين والسودان. بتتكلم عن معاناة المرأة الفلسطينية والمرأة السودانية ما قبل الحرب كمان. يعني ما قبل الفروق. عظيم عظيم. معلش أنا طمع شوية أنا أعرف برضو نوعية القضايا. نحركش ركزتي على قصة الشهرة أو طمع المجتمع في المرأة. ونظرة المجتمع للمرأة من الزاوية دي بس. أقوى قضايا الحروب. بالتأكيد في مشاكل. يعني أكيد المرأة الشرقية أو الأفريقية أو العربية. قضاياها أو مشاكلها. غير المرأة الأوروبية. أكيد هناك في مشاكل مختلفة. في مشاكل فأسية. بعيد السؤال مرة تانية لحضرتك. المرأة يعني المرأة العربية مختلفة عن المرأة الأوروبية. يمكن احنا. أنا برضو هارجع أقول لحضرتك. مش مش معنى ان احنا القضايا يعني. يعني بس لازم معاناتها. بس كفايا ان احنا بنقول ان هي موجودة وهمة. احنا في قضية أوروبية في معانا فيلم عن ثلاث فتيات. فيلم من السويد. ثلاث فتيات والدتهم بتكرر تتركهم لأسباب غير معروفة. وكل واحدة فيهم بتجتدي تتقوم لما بيبقى او اكبر واحدة فيهم عند 14 سنة. بيجتدوا يدوروا ازاي هيعيشوا دور الأم من غير والدتهم. يعني ده ده جزء يعني النوضوع ده يعني يعني ده يمكن دي لو عضايا مجتمع مختلف. لأنه يمكن الستة اللي قررت تسيب حياتها او بناتها. دي دي قضية برضو يعني مش مش مطروحة قوي في في الشرق. فبالتالي البنات بيعملوا ايه? كمان وبعدين هو واخدها من زاوية البنات. مش زاوية يعني لو كان عندنا في الشرق كنا اخدناها من زاوية الزائعة الستة بتعمل كده. لكن هو واخدها بالزاوية تاني. كمان عندنا من من النيجر فيلم بيكلم عن ازاي بيستخدموا الفتيات يعني بيستخدموهم ازاي بيعزبوهم ازاي علشان يبقوا يعني هدايا يعني بشكل ما. كافية تحخير من شأن المرأة والتعامل معها كسلعة مش تعامل معها كبني ادم مكرم له حقوقه. كل شكر ليكي الدكتور الاستاذ صفاء مراد المدير الفني لمهرجان اسوان الدولي. شكرا جزيلا ليكي.